السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أبنائي بناخد درس ماذا تأكل الحيوانات عندنا بالكتاب بصفحة 84 بناخد بجموعة استفسارات وعندنا بصفحة 85 بناخد هذا النشاط ونتكلم فيه طيب عندنا بصفحة 84 خلونا نشوف عندنا سؤال يقول ما حاجة الحيوانات إلى النباتات هل الحيوانات تحتاج للنبات منتزين نعم تحتاج للنباتات تحتاج أنها تتغذى على بعض الحيوانات تتغذى على النباتات وأيضا تحتاج الحيوانات للنباتات كمسكن مثل السنجاب يسكن فيه في الأشجار مثل العصفور يسكن فيه العش في الأشجار إذن فيه بعض الحيوانات تحتاج النباتات للغذاء وبعض الحيوانات تحتاج النباتات كمسكن كمسكن طيب سؤال لماذا تحتاج الحيوانات إلى بعضها البعض؟ ممكن حيوانات تحتاج بعضها لبعض تتغذى عليها مثل الفهد يحتاج للغذاء ليتغذى عليه مثل الأسد يحتاج للحمار الوحشي أنه يتغذى عليه وأيضا فيه حيوانات تحتاج بعض لكي تتزاوج مثل الأسد مع اللبوة يحتاج عشان يتزاوجون مثل الثور مع البقرة مثل هذه الحيوانات تحتاج عشان تتكاثر يزيد عددها تحتاج بعض أيضا تحتاج زي ما قلنا لي التكاثر طيب بالمصور أو بالكتاب عندي أنظر وأتساءل وشي يقول السؤال في أنظر وأتساءل تحتاج الحيوانات إلى الغذاء ليش؟ لكي تعيش ماذا تأكل الحيوانات المختلفة؟ ماذا تأكل هذه الحيوانات؟ اللي بالصورة عندي لو شفناها اللي بالكتاب الطائر يأكل إيش؟ السمكة يتغذى على الأسماك هذا الطائر يأكل إيش؟ لحوم إذا نقول يتغذى الطائر على السمك في حيوانات تأكل لحوم وفي حيوانات تأكل أعشاب الأرنب يأكل أعشاب الخروف يأكل أعشاب الغزال تأكل أعشاب الأسد يأكل لحوم اللبوة تأكل لحوم إذن تختلف الحيوانات في نوع غذائها طيب يقول هل جميع الحيوانات تتغذى على اللحوم؟ هل كل الحيوانات تأكل لحوم؟ ممتازين لا في حيوانات تأكل أعشاب وفي حيوانات تأكل اللحوم وفي حيوانات تأكل أعشاب واللحوم مثل العصفور يأكل حبوب الحبوب من وين تجي؟ ممتازين تجي من؟ النباتات ويأكل ديدان الديدان من الحيوانات في يأكل الاثنين فنقول إيش؟ لا هناك مخلوقات حيوانات تتغذى على الأعشاب وأيضا حيوانات تتغذى على اللحوم طيب نشوف حيوانات تتغذى على العشاب مثل ماذا؟ عندي مثل الغزال حيوان يأكل الأعشاب يتغذى على الأعشاب عندي مثلا الخروف من الحيوانات اللي تأكل إيش؟ أيضا الأعشاب عندي مثل السنجاب وعندي مثل الأرنب هذه الحيوانات تأكل إيش؟ أعشاب ممكن تتغذى على الأعشاب هل فقط هذي؟ لا في حيوانات أخرى الأبقار الجمل هذه الحمار الوحشي هذه حيوانات تتغذى على الأعشاب على النباتات طيب نشوف معنا حيوانات تتغذى على إيش؟ على اللحوم تحب تأكل لحم مثل ماذا؟ تزين مثل عندي الصقر يصطاد أرنب يأكل أرنب يصطاد سنجاب طيب يأكل بعض الطيور إذن يأكل ويتغذى على اللحوم وعندي مثل النمر من آكلات اللحوم لأسنان حادة يتغذى على اللحوم وعندي مثل الثعلب يأكل أرنب مثلاً يتغذى على اللحوم وعندي مثل الضبع حيوان يأكل اللحوم هل الحيوانات هذه هي فقط اللي تأكل اللحوم؟ لا في حيوانات أخرى تمسح من الحيوانات اللي تأكل اللحوم الأسد واللبوة من الحيوانات اللي تتغذى على اللحوم عشان تحصل على الطاقة ويش تقدر تمارس حياتها طيب نروح مع بعض بالكتاب بصفحة 85 عندنا النشاط هذا نبي نسويه مع بعض إذا استطعنا نسوي لوحة مع بعض ممتاز ما قدرنا نقدر نسويه عن طريق الـ Enter نت طيب ش نحتاج أو شو الهدف من النشاط نحتاج المادة لاصقة اللي هو صمغ أو لسك ونحتاج الأفلام أقلام تلوين تلوين ونحتاج ليش لأشرطة ورقية ملونة طيب شنسوي في هذه الأدوات تعالوا نشوف شنسوي يقول الأول خطوة الأولى تساعد الشمس النبات على النمو يعني النبات يحتاج لضوء الشمس عشان إيش يقدر ينمو أي الحيوانات تأكل النباتات يبغانا نسمي حيوانات تأكل إيش النبات تعتمد في غذاها على الأعشاب وأيها يأكل الحيوانات الحيوانات اللي تأكل النبات يعني حيوان يأكل النبات يبغانا نسمي حيوانات تجي تأكلها للحيوانات نسميها آكلات لحوم نسميها آكلات لحوم طيب نشوف مع بعض حيوانات تأكل النباتات مثل ماذا؟ مثل عندي الخروف يعتمد على النباتات عندي مثل الجمل من الحيوانات اللي تأكل الأعشاب النباتات عندي مثل الأبقار البقرة أيضا من الحيوانات اللي تتغذى على الأعشاب على النباتات أيضا عندي مثل إيش الماعز من الحيوانات اللي تتغذى على الأعشاب هذه حيوانات نسميها آكلات أعشاب ليش سميتها آكلات أعشاب لأنها تأكل وتتغذى على العشب على النبات تأخذ طاقتها إذا أكلت العشب إذا تغذت على العشب فنسميها آكلات الأعشاب طيب الجزء الثاني يقول حيوانات نسميها حيوانات تأكل هالحيوانات إذا جبنا حيوان يأكل هذه يعني يأكل لحوم صح ولا لا إذا نقول حيوانات آكلات اللحوم شو معنى آكلات اللحوم يعني حيوانات تأكل آكلات الأعشاب زي الماعز اللي قبل شوية شفناها والبقر تجي حيوانات تأكلها هذي نسميها آكلات أعشاب وتجي حيوانات تأكلها تأكل حيوانات هذه نسميها آكلات اللحوم طيب مثل إيش؟ مثل عندي الذئب يأكل له غزال الغزال من آكلات الأعشاب والذئب من آكلات اللحوم إذن الآن نقول هذا الحيوان أكل آكلات الأعشاب أكل إيش؟ الغزال طيب عندي أيضا الضبع يأكل له جاموس مثلا الجاموس آكلات أعشاب والضبع آكلات اللحوم يتغذى على اللحوم عندي مثل اللبوة أكلت ماذا؟ تتغذى على ماذا الآن؟ تتغذى على الحمار الوحشي والحمار الوحشي من إيش؟ من آكلات الأعشاب اللبوة من آكلات اللحوم تأكل لحوم تتغذى على اللحوم طيب عندي بالصورة وش فيه؟ تزين الفهد يحتاج أنه يتغذى على اللحوم يلحق طبعا الغزال عشان يصطاده ويتغذى عليه هذه الحيوانات اللي شفناها قبل شوي الذئب والضبع واللبوة والفهد شنسميها؟ تزين حيوانات آكلات اللحوم حيوانات آكلات اللحوم عشان تشير عندها طاقة تحتاج للغذاء من وين تجيب الغذاء؟ تصطاد هالحيوانات وتتغذى عليها تأكل لحومها طيب نشوف مع بعض بالصورة هذه وش تعني لي؟ وش نفهم من الصورة هذه؟ ممتازين أنه هذه النباتات عشان تنمو تحتاج لطاقة الطاقة تجيبها من وين؟ ممتازين من ضوء الشمس تحتاج لضوء الشمس عشان تقدر تنمو إذن تحتاج لطاقة من وين جيبها؟ أو من وين يجيبها النبات؟ من ضوء الشمس طيب حصل النباتة على الطاقة والماء والهواء وصار يكبر وينمو جزء من طاقته بيستفيد منه منه؟ ممتازين الأرنب الأرنب عشان يستفيد ويأخذ طاقة وش يحتاج؟ يا سلام عليكم يحتاج أنه يتغذى يأكل طيب الأرنب وش يأكل؟ يمتازين يأكل العشق يأكل النبات في بيروح يأخذ النبات ويتغذى عليه عشان يحصل على الطاقة في جزء من طاقة النبات أخذها من؟ أخذها الأرنب طيب الأرنب صار يتحرك وينتقل من مكان لمكان جاء الثعلب وش يسوي؟ أصطاد الأرنب وش بيستفيد الثعلب إذا أصطاد الأرنب؟ ممتازين يتغذى عليه طيب ليش يتغذى عليه؟ يا سلام عشان يحصل على الطاقة عشان يقدر يعيش يمارس حياته هنا انتقلت الطاقة الطاقة اللي كانت في النبات وشار النبات كبير أخذ جزء منه من الأرنب وبعدين انتقلت جزء من هالمن للثعلب لأن الثعلب تغذى على الأرنب كل واحد منهم يعتمد على الثاني الثعلب أعتمد على الأرنب في غذاءه والأرنب أعتمد على من؟ على النبات ممتازين في غذاءه طيب نشوف مع بعض نكمل عندنا الخطوة اللي بعد هذه بش يقول بخطوة رقم اثنين أرسم الشمس على شريط أصفر لأنه هي اللي تعطي إيش الطاقة فأخليها على شكل أصفر وبعض الأعشاب والأشجار اللي تحصل على الطاقة من الشمس على الشريط الأخضر ليش إحنا نقول نجيب نأخذ أشريطة نحطها مع الصور اللي نجيبها ونثبتها في لوحة ثم أرسم طائر على الشريط الأحمر أجيب شريط أحمر وحط الطاير هذا عليه ليش لأنه بيتغذى على الحيوانات النباتات وجرادة على الشريط إيش البني تعالوا نوضحها بشكل أكثر عندي شمس وعندي إيش نبات وعندي جرادة تأكل النبات بنخليها على شريط بني وعندي طائر بيأكل إيش بيأكل هذه الجرادة عندي طائر بيتغذى على الجرادة طيب كيف أرتبها أخذنا في الدرس الماضي ترتيب ترتيب الأشياء الآن نبي نرتبها الصور طيب نبدأ بالصورة أول شي نبدأ بالشمس لأن الشمس هي اللي تعطي طاقة لمن للنبات ممتازين أحط لأي شريط الشريط الأصفر يا سلام عليكم ممتازين طيب الصورة اللي بعدها وش بتكون ممتازين بتكون صورة النبات جزء من هذه الطاقة الكبيرة بيستفيد منها النبات فنحط له الشريط الأخضر لو لاحظنا في الشريطين طول بعض ولا أكثر ممتازين أكثر لأن الطاقة اللي استفادها منها من الشمس الشمس تمد بطاقتها لأشياء كثيرة للناس للحيوانات للنباتات جزء من النباتات يأخذ طاقته من الشمس طيب وبعدين وش نجيب الصورة الثالثة الجرادة ولا العصفور ممتازين الجرادة تتغذى على الأعشاب تحصل على طاقتها من إيش من الأعشاب شريط بني جزء من طاقة النبات استفاد منها الجرادة أخذت الجرادة تتغذى على النباتات طيب والصورة الرابعة في ترتيب الصور عندنا إيش العصفور أكل إيش أكل الجرادة عشان يحصل على الطاقة هذه الطاقة هذا شريط الطاقة أكثر شيء شمس مدت الأرض بالطاقة استفاد من الطاقة هذه النبات عشان يكبر وينمو تغذت عليه الجرادة طبعا الطاقة لما تأخذها النبات تستفيد منها في النمو فجزء من هذه الطاقة أخذها من؟ الجرادة يوم تغذت على النباتات وبعدين جت العصفير أو العصفور هذا وأكل إيش الجرادة أخذ جزء من طاقته أو استفاد من جزء من طاقته من إيش من الجرادة كل مخلوق اعتمد على اللي قبله في الغذاء العصفور اعتمد على الجرادة والجرادة اعتمدت على النبات والنبات يصنع الغذاء بداخله طيب هذا نسميه انتقال الطاقة طيب نشوف مع بعض نكمل التتابع أعمل سلسلة من الأشرطة وألصقها بحسب ترتيبها في سلسلة الغذاء عندي هذه الصور الأربع لها قصة عندي إيش شمس خلاص شمس وعندي هنا الله يكركم حمار وحشي يأكل أعشاب وعندي هنا لبوة استادة الحمار الوحشي وعندي هنا نباتات هذه الصورة ملخبطة ما هي مرتبة نبي رتبها نبي رتبها من اللي نبدأ به من اللي يمد الأرض بالطاقة ممتازين الشمس هي اللي تمدنش الأرض بالطاقة طيب من بيستفيد منها أكثر شيء يا سلام عليكم اللي هي النباتات تستفيد من ضوء الشمس وتأخذ من طاقتها عشان تقدر تصنع الغذاء بداخلها طيب سارت النباتات تنمو وتكبر من بيتغذى عليها في الصور اللي قبل شوي الحمار الوحشي ولا اللبوة ممتازين الحمار الوحشي يا أكل إيش الأعشاب يحصل على طاقته من الغذاء من أكله للعشب طيب وبعدين آخر الصور وش نحط ممتازين اللبوة تتغذى على هذا الحمار الوحشي هذه الأسهم تمثل انتقال الطاقة جاءت الطاقة من الشمس استفاد منها النبات بعدين تغذى عليها الحمار الوحشي عشان يقدر يمارس حياته بعدين أكلت إيش انتقلت جزء من الطاقة اللبوة يوم تغذى عليها هذه أسميها سلسلة غذائية ليش حطيناها بشكل السلسلة هذه لأنهم مترابطين بعضهم ببعض كل واحد منهم يعتمد على الآخر وليش سميناها غذائية لأن كل واحد منهم يعتمد على الآخر في الغذاء لذلك يقول أصف ترتيب هالأشياء تتكلم فيه قدام زملائك قدام معلمك أو معلمتك عن إيش عن ترتيب الصور وعن انتقال الطاقة كيف انتقلت الطاقة من الشمس للنبات بعدين للحمار الوحشي بعدين آخر شيء ليش للبوة هذه أسميها سلسلة غذائية نسميها سلسلة غذائية ليش سميناها سلسلة لأن كل مخلوق يعتمد على الآخر في الغذاء اللبوة اعتمدت على الحمار الوحشي في غذائها والحمار الوحشي اعتمد على النبات في غذائه والنبات عشان يصنع الغذاء يحتاج لضوء الشمس طيب تعالوا نشوف عندنا بالصور هو معطيني ثلاث صور عندي بالكتاب معطيني ثلاث صور وملا خبطهم معطيني ايش جرادة تتغذى على الأشجار وعندي هنا الأشجار تباع الشمس وعندي هنا طائر خلاص هذه ثلاث صور يبغاني أكون أسوي سلسلة غذائية نبدأ بأي سلسلة نبدأ بأي مخلوق كيف نرتبهم هل ترتيبهم هذا صحيح تنزين ترتيبهم غير صحيح إذن أبدأ ب النبات أجيب الجرادة في النص وأبدأ بالنبات النبات من وين يجيب طاقته من وين يحصل على الغذاء تنزين يجيب طاقته من الشمس ياخذ الشمس مع الماء والأملاح من الجذور ومع الهواء ويصنع بداخله الغذاء بالشكل هذا بعدين تيجي الجرادة تأكل أوراق الأشجار يا سلام عليكم ممتازين بعدين شي صير يجي هذا الطائر وياكل الجرادة إذن هذه أسميها سلسلة غذائية نبدأ بالنبات اللي أستفاد من الشمس في الطاقة وانتقلت الطاقة بعدين ليش للحيوان آكل أعشاب حيوان يأكل العشب مثل الجرادة بعدين حيوان يأكل ليش اللحوم هذه أسميها سلسلة غذائية نشوف مع بعض استكشف أكثر وش يقول في استكشف أكثر وكرر النشاط مع ثلاثة حيوانات كنا نأخذ قبل شوي حيوانين خدنا الحمارة الوحشي واللبوة أخذنا الجرادة والعصفور الحين يقول سوي النشاط مع ثلاثة حيوانات طيب أخرى أبين كيف أرتب الحيوانات في السلسلة الغذائية أسوي لي سلسلة غذائية مكونة من ثلاث حيوانات طبعا أكيد محها الشمس ومحها نبات بنسوي مثال بنكون معنا مثال كيف خلونا نبدأ أول شيء تحصل النباتات على الطاقة من وين من أشعة الشمس ممتازين إذا تنتقل الطاقة المن للنبات النبات يستفيد أو يستمد طاقته جزء منها من أشعة الشمس طيب يبغانا نجيب حيوان يأكل النباتات ممتازين لو قلنا الخروف صح لو قلنا الغزال صحيح لو قلنا الجرادة صحيح لو قلنا الأبقار صحيح إحنا عندنا هنا حطينا أنه الجرادة تأكل ماذا تأكل الأعشاب طيب واجيب حيوان هذا الحيوان الأول أجيب حيوان يأكل إيش الجرادة مثل ماذا تزين مثل الضفدع الضفدع أكل إيش الجرادة عندي هذا الحيوان الثاني هو يبغاني أرتب ثلاث إيش حيوانات هذا الحيوان الثاني طيب حيوان ثالث نقول أنه الثعبان أكل إيش أكل الضفدع أكل الضفدع فعندي هنا ثلاث حيوانات جرادة والضفدع تغذى على الجرادة والثعبان أكل إيش الضفدع الشمس الشمس مدت النباتات بالطاقة انتقلت الطاقة من النباتات إلى الجرادة تغذت عليها وانتقل جزء من الطاقة من الجرادة للضفدع وانتقل جزء من الطاقة للثعبان يوم تغذى عليه هذه أسميها سلسلة غذائية أسميها سلسلة غذائية تعلمنا في هذا الدرس ماذا تأكل الحيوانات كنا في حيوانات تتغذى على الأعشاب وفي حيوانات تتغذى على اللحوم وكونا سلاسل معانا غذائية عرفنا كيف نرتب السلاسل غذائية دائما نبدأ بالشمس ثم نبات ثم حيوان يأكل العشب ثم حيوانات تأكل اللحوم إلى هنا نتوقف احنا وإياكم إن شاء الله نلتقي في درس قادم بإذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه في أمان الله